إن بيت الشعر كتسمية لا يقتصر على الشعر نحن في الجزائر كأنما قدرنا أن نعطي اسما ونطلب من الآخرين أن يتخيلوا الباقي لدينا بيت الشعر والاتحاد الكتاب تجاهل في اسمه كتابة بيت الشعر وبيت الشعر تجاهل الكتاب ولكن يقول تجاهل بين قوسين فقط ليس تجاهلا وإنما الاكتفاء بهذا يدل على ما وراءه فالشعر مرتبط بالكتابة عموما وللكتابة مرتبطا يعني الشعر جزء من الكتابة ولذلك لا يعني ذلك شيء شيء ثاني أن النشاطات التي تدار في الوادي أو تدار حتى وطنيا عندما يتعلق الأمر بنشاط ثقافي تتفاعل فيه كل الجمعيات ويتفاعل فيه كل من له اهتمام بهذا وسأذكر بعض الأمثلة مؤخرا ليس ببعيد هناك شاط بين بيت الشعر والاتحاد الكتاب الجزائريين في تمرست هناك رؤساء لفروع اتحاد الكتاب الجزائريين في ولايات أخرى يكادوا يتصوروا المتابع لهم أنهم من بيت الشعر ورؤساء في بيت الشعر وجمي جمالية بيت الشعر يكادوا يتصوروا الواحد منهم أنهم من اتحاد الكتاب وجود هذه الهيئات هو وجود تكاملي جميل جدا هو وجود تكاملي فوجود شاعر في بيت الشعر أو في غيره إن التزم بجزء واحد منه فهذا يعتبر تقصيرا وسأعود إلى نشاطاتنا في الوادي والأستاذ أحمد طبعا يعرف ذلك جيدا نقيب نشاطات نقيبها بيت الشعر أو يقيبها اتحاد الكتاب نجد أنفسنا جميعا موجودين فيها ونؤطرها جميعا ونقوم بجميع الأعمال معا لأن في هذه الحالات يجب أن ترغى العنوين لأن الهدف يلغي العنوان أنا في حالة من الحالات في نشاط من نشاطات مثلا أطلب من أخي أحمد أن يقوم بالتنشيط كذا وبفعل كذا وهم يقومون بنفس العمل كذلك يعني لا فرق يجب لكي تكون شاعرا يجب أن تكون وتقوم على الشعر أن تكون أديبا مثقفا يجب أن تخوض غمار الثقافة حيث كانت ومتى كانت ولا بحث عن عنوان أو كذلك حتى لا يتصور أحد أن هذه الهيئات أنها هيئات متناقضة هذه ليست سياسة ليست أنك جزء ومعارضة لا بالعكس كلها تخدم أو تخدم نظاما واحدا وتخدم عملا واحدا وتخدم نشاطا واحدا وهو الثقافة أعود إلى بعض ما قلت عن الدخلاء والدخلان كنت قد أجبت عن السؤال في حصة سابقة وأعجبني الأخ أحمد الآن عندما قال فيما يخص الشعر أنا اقتصرته أنا لك فقلت ما صح غير صحيح الدخلاء في الشعر ربما تتفقك في هذه النقطة لا هو الواقع الذي يتفق في هذه النقطة ليس أنا وأستاذ أحمد فعلا أنا أقول افتحوا الباب للجميع أستاذ أحمد قالك لا باب على الشعر من رأى في نفسه أنه قادر على أن يكتب شعرا فل يكتب شعرا حسن هذا الشعر احترمه الناس وقدره وخلد لم يحسن لا غير من ذلك وما يبقى صحيح وما يبقى من صحيح إلا صحيح كما يقال ثم هناك شعر قد لا يحترمون في زمانهم لأنهم قد يكونون سابقين لأزمينتهم وقد يحترمهم غيرهم وهذا ما حدث